السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله من المصطلحات التي تحتاجهم في الوحدة الثانية لجميع الشعب فإذن على بركة الله أول مصطلح لدينا سياكل معناها القرن ثاني مصطلح يعني يستكشف ثالث مصطلح يعني المرض رابع مصطلح يعني الخطر خامس مصطلح يعني لا يهزم سادس مصطلح pandémie يعني وباء سابع مصطلح لسن يعني الداخل يعني داخل دان on peut dire en français دان ولا au sein de quelques places ولا دان lieux د'accord عدنا لديزاروة معناها الفوضى وهذه كلمة تستعمل بزاف لتكست argumentative et surtout تستعمل بزاف par لجورناليست par لجن qui qui parl sur l'actualité etc donc تشوف الكلمة دزاروة معناها دزاروة ولا الفوضى la fiabilité معناها المصداقية le change يعني التبادل وعدنا aussi la decennie معناها عقود من الزمان et aussi عندنا un accomplissement يعني الانجاز وهذه الكلمة تشبه بزاف لوحدة الكلمة انجليزية اللي هي accomplishment يعني الانجاز نفس المعنى بالعربية بالفرنسي وبالانغلي donc هذي بعض المصطلحات تعالفصل الثاني إذا شفنا باللي كينتفعل رحي نزيد ونشوفوا مصطلحات أخرى باش تتعلموها نتمنى هذلي فيديو تكون فعدتكم شكرا لكم والسلام عليكم